نروح لقصة تانية برضو بتخص الأطفال اللي اتكلمنا عنها مبارح قصة الطفلين اللي أمهم رميتهم على السلم نيابة أول طنطة استدعت سوسن الخولي جارة المطرب شادي الأمير في وقت الطفلين اللي كانوا على السلم في طنطة وده ليه؟ ده طبعا لسماع أقوالها في العثور على الطفلين في بير السلم باعتبارها طبعا أحد الشهود في الوقعة طبعا كانت النيابة قررت إخلاء سبيل الأمة في الوقعة وده بعد اتهمها بالتقصير في رعاية أطفالها وكان طبعا الفراج عنها بضمان محل الإقامة على زمة التحقيق في القضية وده لحين ورود تحريات المباحث عن الوقعة المحامي بلال عادل محامي سوها والد الطفلين أكد النهاردة أن النيابة العامة لم تصدر حتى الآن قرار بتسليم الأطفال للأب أو الأم وأوضح كمان أن هم لسه أو ما زالوا في دار رعاية العطاء في طنطة طيب إحنا حولنا الاتصال بالأستاذ والمطرب شادي الأمير اللي كلمناه أول مبارح في التليفون وهدركه أكيد شفته المداخلة بتاعته ما بيردش لأنه ممكن يكون كان عنده فرح مبارح بالليل فنايم زي ما قالنا بينام طول النهار وبيصحى بالليل ولكن ادينا له حق التوضيح وحق الرد في أنه هو يقول لنا الأطفال فين وسألته سؤال مباشر أطفالك فين يا أستاذ شادي قال لأ أنا رحت لأول أنا رحت خدتهم بعدين رجع في الكلمة والدتي راحت خدتهم وأنا رحت بعدها خدتهم قلتني أن الأطفال معك موجودين في أمان وكذا قال آه موجودين واخدنيهم أول أخدهم ولا يعرف حاجة عنهم والأطفال لسه وما زالوا في دار الرعاية وقبل ما يروحوا دار الرعاية كان فيه قرار من النيابة أن مادام سوسن يفضل الأطفال عندها في البيت حتى هي الجارة دي رفضت أنها تديهم للأم لأنه كان فيه قرار أنه هما ما يتسلموش إلى النيابة اللي أودعيتهم طبعا في دار الرعاية فهنا من الأستاذ شادي اللي هو أبوهم كان فيه التواء وملوعة في الكلام ولوي للحقائق لأنه ما ينفعش نديك حق الرد وتطلع للجمهور وتقول كلام مش مظبوط النيابة بتكذبه والشهود العيان بتكذبه طبعا ومشاكلكم الداخلية حلوها مع بعض مشاكلكم الخاصة حلوها مع بعض لأنه تدخل فيه شؤونكم الخاصة إطلاقا إحنا بنتكلم عن الأطفال طفلة من خمس سنين وطفلة عنده ثلاث شهور لسه بيرضع محتاج رعاية محتاج يعني غزاء محتاج حاجات كتير يترمي على السلم الموضوع دي إحنا ليه بنكمل القصة فيه لأنه فيه أكاذيب كتيرة وإدعاءات وتفاصيل أخرى ماناش علاقة بيها ولكن يهمنا في الآخر هو الطفلين فبما أننا طلع من عندنا معلومة على لسانه ويمكن أنا ساعتها قلت مسؤولية الكاملة بتخصه هو في كلامه اللي بيقوله أنه هو قال الولاد بقوا معانا ومش عارف إيه لأ الولاد مش معي الولاد لسه في دور الرعاية لحد ما نشوف مين هيسترمهم ربنا معاهم يا رب إن شاء الله وربنا يرحمهم من أبوين بهذا الشكل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر